البنت الآن ممكن أن أخذنا نموذج لشابين لو عرجنا شوية على موضوع البنات وما ينشران أو النساء بشكل عام وما تنشر على الصفحات الخاصة شنو حدود النشر مالتها؟ يعني أحياناً بعض النساء ربما لا تفكر بحواقب ما تنشر ربما هناك بعض البوستات أو المنشورات تفهم خطأ من المجتمع أو ربما تفهم بشكل صحيح يعني ربما هي تريد أن تفهم المقابل شيئاً ما يعني البنات هم أدراك كمان البنات ونشر البنات نحن بس نطلب من خواتنا هلا هلا بالصور الافتراضية لي نزلوها ارحمونا الله يرحمكم إن شاء الله هاي وعدة لأن نعرف هاي صورة افتراضية وما تشبهش ما تشبهش مستحيل هذا وعدة ثنياً البنت أغلب صفحات البنات تدخل إلى كل ظلم وسأسقيك ما سقيتني شوية يعني تعكس تجربة مثلاً حاجتها هي لا تخبصنا فالشهر كامل على السوشال ميديا فالمهم يعني البنات موضوعاً غير موضوع البنات موضوعاً سبحان الله البنت لا تكذب طبيعة البنت بعاطفتها لا تكذب وما عندها مثل الرجال مثل هو الرجل أريحي وهي تجي على السوشال ميديا تسوي نفسها أغلب البنات صادقة في حياتها اليومية وعلى السوشال ميديا مجروحة تكتباني مجروحة طلعت اليوم في سفرة تخبص الجو وتحرق الجو بصور السفرة وبالستوريات راحت ويزوجها تحرق الجو حرق راحت ويزوجها وتصور البنات حقيقة هذا الصدق يكتب لهن يعني هذا الأمر بس يبقى يبقى شيء لا تنتبه عليها كثير من البنات والزوجات هو الخصوصيات العائلية إن كانت خصوصيات محزنة أو كانت خصوصيات مفرحة لا يجوز إظهارها أبدا الخصوصيات المفرحة ممكن التعريض لها بدون نشر صور يعني ما معقولة أنت بنت تنشرين صور البيت وخواتك وابنك أو زوجك اللي هو ما متهيئ للصورة رحموا الأزواج يعني بنات يعني ساعة الموم هي طالعة مرتبة يعني من الطرفة عفوا أنا شفتها من السوشال ميديا هي مشكلة المشاكل إحدى النساء تريد أن تبيع غرفة النوم وقاعد تسوي إعلان لغرفة النوم والمسكين نايم على فراج غرفة النوم أنا قول دائم نايم بأمان الله وإذا تصور غرفة النوم شون رأيكم هاي غرفة النوم للبيع وريدها بيعة والمسكين بأمان الله نايم زين إذ غطيه بس غطيه بس غطيه وصوري غطي هذا المسكين وصوري يا سر ونوثتي سر جمالي ماذا شون دني أسمان يعني فأقصد البنت يعني تحتاج أنه هلا هلا بخصوصيات البيت يجب أن لا تظهر والمحزنات المصدومة ويا زوجت مصدومة ويا الخطيب يعني حاولي راعي الأدب في النشر لا تظلين يسوي نتاك للذيش الأخرى وسوي نتاك الخواتر الخطيب والزوج لهذا طبعا هذا الأمور وين يضرب؟ يضرب بالقيم اللي احنا قلنا عليه اشتركوا في القناة